تانجا نيوز أول موقع إخباري بشمال المغرب باش نتكلفوا بتغسيل وتكفين أموات المسلمين هنا في مدينة طنشا للعسار المعوزة الحمد لله هذه المبادرة تقريبا هذه سنة ونصف تقريبا الداخلين في العام الثاني إن شاء الله بحول الله وإحنا مستمرين فيها الحمد لله بدأت تتكبر وتوسعات الحمد لله بفضل الله تعالى وبفضل المحسينين كانت لدينا نقطة سوداء لسيارات الإسعاف كنا نقوم بتغسيل وتكفين الأموات الميتة لأننا نقوم بمبادرة للنساء والرجال وكانت لدينا نقطة سوداء لسيارات الإسعاف كنا نقوم بشكل في سيارات الإسعاف كما كتعرفوا سيارات الإسعاف هنا في طنشا كيخدموا بريفي يعني وتيخدموا بوحد ثمن شوية يعني شوية غالي يعني الحمد لله فضل الله وفضل المحسينين إن جاء الله وحد المحسين هنا في مدينة طنشا اللي اخدا واحد سيارات الإسعاف من ماله الخاص ويعني دارها رهن الإشارة دينا وهبالي الله تعالى بالمجان الله يجعلها في الميزان للحسنة دياله أحنا عنا عنا أرقام هاتيفية عنا جوج الأرقام هاتيفيين ليه وليه شخصيا ا مني كتكون شي جنازة كيت تصلوا بيه كنقوم بالواجب إذا كانت جنازة ديال السيدة كنسف الغسالة اللي كتتكلف ولكن جنازة ديال السيد كنت أكلف أنا معايا الناس التي يعونوني معايا 4 أو 5 ديالة من الموهولين الذين يغسلون معي حيث نحن نناها كثيرة طلبات وعنا 5 النساء المغسلات من المستخدمين من اوقات الأموء للثارة تكون لنا ثلاثة أو ربعون القناة في الصباح أو في الظهور أو العاصر يعني كانت تفرقون ومشوه وكل واحد يشد الجنازة في مرحلة كورونا كانت عنها شوية القضية صعبة وقديمنا الحتياطات اللازمة والتدابي الوقائية بطريقة مجددة لأنك عارف كانت الساعة الجائحة كورونا كل شيء يخاف نحن كان عنا واحد الهدف معين نحن نقوله نغسله المية أو الميتة نحن نقوله فيها كورونا لا نقوله جنازة عادية نحن نأخذ التدابير الاحتياطية الكافية سواء كانت فيها كورونا أو لا كانت فيها كورونا لأنك عارف كانت شوية ضر فيها شوية قصحة حاليا الحمد لله لم نبقى نش ذاك الواترة اللي كنا ماشين بهذه فوق الجائحة يعني تخفت عنا الأمور بالنسبة المسائل الوقائية عنا الوقاية كنا نأخذها في جميع الأحوال كل ما هناك كنا في الجائحة كانت القضية عنا شوية مزيرة بزاف كنا كنا نأخذ التدابير الوقائية الاحترازية المشددة يعني صراحة ولكن الحمد لله كانت تخفت الأمور شوية والذي نتعاملوه بحال كانت الأمور عادية قبل الجائحة لا أخويا لم أكن لتويت تلك جمعية معينة هذه مبادرة إنسانية فرضية فرضية يعني هذا عمل خيري كنقوم به بديت بوحدي ولكن الحمد لله دبا المبادرة كبرت وتوسعنا الحمد لله فضل الله تعالى وفضل المحسنين النهار لو البديت كنت كنغسل واحد جوج في النهار دبا الحمد لله يعني المبادرة ماشية وكتكبر توسعنا ولو الجنائز بزاف تبارك الله ولا باركة في الموت كما تقولو يعني ولو كي يوليو عنا ستة وسبعة وثمانية ديال الجنائز في الظهور وربعة وخمسة في العاصر يعني ولعنا العرض كتر من الطالب وسمحونا الناس اللي كي تصلوا بنا وما كان قدوش يعني ما كان قدوش نلبي ولهم الطالب ديالهم لأن الاستطاعة ديالنا محدودة معناش إمكانيات باش نلبي وجميع الطالبات ديال الاصار اللي كتصل بنا رسالة المحسنين اللي كتر خير هوم اللي يجازيهم بخير احنا يعني هار المبادرة يعني ماشية بفضل الله سبحانه وتعالى وفضلهم احنا المحسنين ما ننكروش خير الله وخير المحسنين هما يعني هما يعني الدافع القوي اللي كي جعلنا نصمروف هار المبادرة وما اللي كي مونونا بالكفان كيمونونا بالمغاسيل بالمحميل تيمونونا ماديا يعني كي ما كتعرفو الجنازة ما كتحتاش هي هي تغسيل وتكفيل الجنازة رفيها لوازين كثيرة احنا يعني احنا فاش كيت تصل بين السيد احنا كنت تكلفو بالاوراق الادارية اولا تن تكلفو بالاوراق الادارية ديال الجنازة شنو معنت الاوراق الادارية يعني تصريح بالدفن تمشيو مع السيد كمشيو المكتب المختص ديال الصحة هنا في مدينة طانجل اللي مكلف بالطبيب ديال الاموات تن اخدو الرخصة ديال الدفناء تن تسنو المتسين او التكنيسيين اللي يجي عين الجوتة باش كيعطينا الترخيص ديال الجوتة عاد كنشرعوه في تغسيل وتكفيل وتكفين ديال الجوتة من بعد يعني كنمشيو المرحلة ديال المقابر كنمشيو مع الجنازة للقبور تنشوفوا القبور فهنا تدفل الجنازة كينو حتامان رمزي اللي كيتخلص في القبور اللي هو ميتين درهم في الاغلبية يعني احنا الاغلبية قمنا ندفنوه في مقبارات المجاهدين مقبارات المجاهدين عنده واحد اللي بخي خاص بهم تتخلص ذلك الميتين درهم يعني اللي بغيت نقول لك الجنازة مكتنحاصر شي في تغسيل وتكفين يعني عن نحويجات وحدة اخرين كين بزر ديال الاجراءات ومراحيل اللي كندوزوا منها اللي كنمروا منها باش عاد كنوصلوا ذلك الميت لدار الله سبحانه وتعالى في هاتش كله بفضل المحسنين وهذا نداء المحسنين اللي الكترخير هم باش مي يبخلوش我لينا با هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى واحنا م كان خاص للشعرات نشرتوش عن المحسنين الذين يتواصلون معنا ومدوننا بمسائل ومسلزمات الجنازة الله يكترخيرهم ويجعلهم في ميزان الحسناتهم واحدة نقطة نشيرها الله يجازيكم بخير وهذا نداء كان نوجه للشباب والشابات الذين يريدون أن يأخذوا المبادرة على عاتقهم فهنا الحمد لله شرعنا كنا موقفين في الجائحة الكورونا ولكن الحمد لله شرعنا في إعطاء دورات تكوينية للشباب والشابات الذين يريدون أن يأخذوا هذه المبادرة على عاتقهم لأن التغسيل والتكفيل ليس هناك شيء كثير ولا يمكن أن الجنازة توقف على مغسل أو يجب أن نتسنى مغسل كانت الجنازة تنحصر إذا لم تلك شيء واحد في الضر يجب أن نتسنى مغسل وهذا المغسل يكون إما الفقي أو إمام المسجد تحتاج إلى هذه المسألة ونحن نريدون أن نخرجوا من هذا النطق ونريدون أن نعلم الشباب شروط تغسيل والتكفيل الأموات لين يجب أن يكون جنازة أو شيء مستعجلة لا يبقى الإنسان كثيراً يجب أن يكون لدينا الفقياء أو الإمام أو لدينا شيء يجب أن يكون لدينا شخص يجب أن يغسل الظروف غير ملائمة لكي يحضر هذا الإنسان يمكنني أن يكون في بوادي ومناطق نائية هذا نداء كان وجه الشباب والشابات لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال الذين يجب أن يأخذ دورات تكوينية مجانا في سبيل الله في تغسيل وتكفين الأموات فمرحبا دورات تكوينية مجانا في سيمانا النهار للرجال والنهار للنساء كان المؤطير اللي يؤطر الرجال والنساء اللي تؤطر النساء كان علموهم طريقة تغسيل وتكفين كيف يغسل الميت؟ كيف تكفل الميت؟ كيف تفصل الكفن الميت؟ لأن الرجل يتكفن بطريقة والمرأة يتكفن بطريقة أخرى الرجل كان كفنوه في ثلاثة ديال الطرف والمرأة كان كفنوه في خمسة ديال الطرف هات شيره الناس يعني الناس يعني ديال الدين وديال اللي عندهم هتمام بهذا المواضع ديال الموت وديال الجانازة راك يعرفوا هاد الأشياء اللي تندوي عليها فالباب مفتوح مرحباب الجامع هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى ومرحبا ما كانت مشكلة الإضافة هذه يعني ما كانت شيء إضافة الإضافة اللي هذه نزيد إن شاء الله بحول الله هي يعني الأرقام للهاتف ديالنا دي طلع على الشاشة ديالكم طلبات ديالكم احنا كنت تقبلوا المكالمات ديالكم نتمنى ومالله نكونوا عندها حسن الجامع ونتمنى ومالله يعني 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 نلبيوا الطلبات ديال جامع الناس اي واحد النقطة اللي يجزيهم بخير اللي بغيت نشير لها اللي يكتر خيركم احنا كنمشوا عند الناس عند القصار المعويزة فاللي يمسك عليه الله انا في مدينة الطانجة وجاتوا حالة وفاة فماشي نقولولو ما يتصلش بنا مرحمة ولكنحنا هذه الناس اصار المعويزة يعني الانسان اللي لا عندوش يعني الواسر اللي كانت تحالة دلوفات وما فهلها وما انديهش col caricمGE بشتخرج ديالك الميت harك نتكلفو بها اما بالنسبة الواسر اللي اللي يعني يعني بلما نتحرجوا معاهم يعني هناك مالذي أعطيه لديك السيد اللي يلبس عليه نجد ذي الواسر اللي ما عندوش أو لديك الأسرى التي فعلا محتاجة المساعدة هذه هي نقطة تكلح عليها لا بالنسبة للتغسيل والتكفين ولا بالنسبة للسيارات الإسعاف صيارات الإسعاف لدينا هذا المشكلة والذي نطاحه فيه يعني بعض الأسر التي عايت لك على سيارات الإسعاف هو في إمكان يخلص سيارات الإسعاف يعني إحنا قدرنا هذه المبادرة أنا ما زلت نقولها وتنعودها قدرنا هذه المبادرة للأسر المعويزة أو الأسر الفقيرة التي لا عندها لكي تخلص الكافان وليس لديه مغسيل وليس لتأخذ سيارة الإسعاف لتوصل الجوتة أو الميت للمكانهم المخصص هذا هو الهدف دينا الناس الذين يمسك عليهم الله الله يجزيهم بخير الله يزيدهم من مفضله ممكن يأخذوا المسائل ديالهم يشوفوا المسائل ديالهم الحمد لله الخير موجود تنظرنا الرسالة ديالي واضحة الله يباك فيك بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله